عقد الإطار التنسيقي اجتماعا مهما مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد العاصمة وذكر بيان أن بفل طالباني مثل وفد اليكتي في الاجتماع الذي ضم أيضا رئيس اتلاف دولة القانون النور المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقال المالكي إن الإطار التنسيقي حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية من أجل إسراء في تشكيل الحكومة وبيّن أن مشروع الإطار السياسي يؤكد أهمية التوافق على رئيس وزراء وعلى اعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي بموجب السياقات المعتمدة في تشكيل كل الحكومات من جانبه جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري موقف الإطار التنسيقي في الانفتاح على القوى السياسية بدوره أكد بافل طالباني أن الاتحاد الوطني مصمم على تمتين علاقاته على مختلف الصعود ومع جميع الشركاء شكرا شكرا